على طريقة الأجداد يقف هذا الفلاح مترقباً أي قدوم لكتلة هوائية وهي ملامح نزول الغيث ليشرع في عملية الحرث لأرضه تحسباً لبذرها بمحاصيل الحبوب الخبرة التي اكتسبها هذا الفلاح مكنته من التعامل مع موسم الجفاف أو التأخري فيه طول الأمطار مرحلياً يعتمد هذا المزارع على مخزون مياه السد الموجهة للسقي الفلاحي فالكميات المتجمعة تعوذ مرحلة الجفاف ويلجأ إليها لإنقاذ الموسم الفلاحي تفاؤل بموسم فلاحي وافر لا سيما في شعبة الحبوب والمساحة الشاسعة التي شرع بها المزارعون تخصيب أراضيهم عبر مناطق ولاية بجاية